اختتمت في محافظة المهرة الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد مرض شلال الأطفال والتي نفذتها وزارة الصحة والسكان بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف حيث سهدفت الحملة 22,588 طفل وطفلة وأشهد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عوض مبارك بالدور الفاعل لسلطة المحلية في مختلف مديريات المحافظة وأولياء الأمور في إنجاح فعاليات الحملة ووصول فرق التحصين المكلفة إلى جميع الأطفال المستهدفين مثمنا جهود العاملين الصحيين والمشرفين وفرق التحصين وما يقدمونه من دور كبير في إنجاح الحملة على مستوى المحافظة والمديريات وتحقيق أهدافها المطلوبة